اشتركوا في القناة جنوب مدينة الخليل والألاف من المتطوعين يجوبون نيامي تأييداً للمجلس العسكري في النيجر اسقطت وحدات من الجيش العربي السوري ثلاثة مسيارات للتنظيمات الارهابية حاولت الاعتداء على القرى والبلدات الامنة في ريفي ادلب وحمى وقالت وزارة الدفاع أنه بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات الارهابية ومحاولاتها الاعتداء على المدنيين تمكنت الوحدات العاملة في اتجاه ريفي ادلب وحمى من اسقاط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالذخائر المتفجرة حاولت الاعتداء على القرى والبلدات المحيطة الامنة ادخلت قوات الاحتلال الامريكي تعزيزات جديدة من الاراضي العراقية الى قواعدها غير الشرعية في ريف الحسكة ووفق ما ذكرت مصادر اعلامية استقدمت قوات الاحتلال الامريكي خلال الساعات الفائتة رتلا عسكريا الى مناطق سيطرة ميليشيا قسد عبر معبر الوليد غير الشرعي ضم ثلاثين شاحنة محملة بمواد لوجستية وعسكرية وكتل اسمنتية وصناديق مغلقة حيث اتجه الرتلو الى نحو قواعد تابعة للاحتلال في تل بيدر وقصروك واستراحة الوزير بريف الحسكة وفيما نفى خالد اليعقوبي مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الامنية حشد قوات امريكية داخل الاراضي العراقية بيّن اليعقوبي ان ما يجري هو استبدال القطاعات الامريكية الموجودة في سوريا وليس تعزيزها في العراق وعلى وقع الموازن خاضت وحداتهم من الجيش العربي السوري اشتباكات ضارية في بادية الصخنة بريف حمص الشرقي ما اسفر عن مقتل العديد من ارهابي داعش من جهة اخرى قالت مصادر اعلامية انه قتل ثمانية ارهابيين على الاقل في ضربات جوية روسية سورية مشتركة استهدفت نقطة تابعة لما تسمى هيئة تحرير الشام في ادلب شمال سوريا من جهة اخرى قال مراسل وكالة فرانس بريس ان القصف استهدف منطقة على اطراف مدينة ادلب جاء ذلك في وقت رأى فيه مراقبون عراقيون ان التحركات العسكرية الاخيرة محاولة من واشنطن لاستعراض قدراتها ولكسب حرب الطاقة مع دول الشرق الاوسط وانقلت وسائل اعلام عراقية ان ثمت ضرورة للاستفهام عن التحركات الامريكية المريبة على الحدود مع سوريا بعد اشهر من التحركات غير الاعتهادية للاحتلال الامريكي على الاراضي السورية انتقلت هذه التحركات الى الحدود السورية العراقية في ظل تأكيد وسائل اعلام عراقية لحظة نشاط عسكري امريكي غير مسبوق على الحدود يهدف في الغالب الى تنفيذ عملية عسكرية خارج الحدود العراقية هذه التخمينات دفعت الى التقدير بان واشنطن تنوي بالفعل شن عملية عسكرية لاغلاق طريق الحدود بين سوريا والعراق ومنع التواصل البري بين البلدين لزيادة الضغط الميداني والاقتصادي على الجانب السوري ومحاولة انعاش تنظيم داعش في المنطقة بحثا عن مبررات لوجود طويل الامد لهم في المنطقة كل هذه المعطيات دفعت الاحتلال الى نفي وجود اي نوايا عسكرية عدوانية ضد كل من سوريا والعراق وان التحركات على الحدود سببها تبديل اعتيادي بين القوات للجنود المتواجدين بين سوريا والعراق صحيح ان الولايات المتحدة تتحرك على الحدود الا ان امكانية شن عملية عسكرية معادية للحكومتين السورية والعراقية امر غير سهل خاصة انه يعد انتهاكا اضافيا لسيادة الدولتين من جهة ومن جهة اخرى لا يملك الامريكيون اي ادرع ميدانية محلية فاعلة لتحقيق مثل هكذا خطوة ما يجعل من امكانية تنفيذها شبه مستحيلة ايهم مرعي لقناة سماء محافظة الحسكة جدد وزير خارجية مصر سامح شكري تأكيده حرص لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي انعقدت الاسبوع الماضي في القاهرة على استكمال مهمتها من اجل التوصل الى حل للازمة في سوريا بما يضمن الحفاظ على وحدتها واستقرارها وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية احمد ابو زيد ان شكري تلقى اتصالا من المبعوث الاممي جير بدرسن تناول خلاله مخرجات اجتماع لجنة الاتصال وحرص اللجنة على استكمال المهمة المنوطة بها من اجل التوصل الى تسوية للازمة في سوريا والحفاظ على وحدتها واستقرارها في طهران أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كانعاني أن واشنطن كانت وما زالت المصدر الرئيس لاستمرار الإرهاب الذي يستهدف أمن سوريا وسيادتها الوطنية وقال كانعاني في مؤتمره الصحفي الإسبوعي أن وجود القوات الأمريكية في سوريا غير قانوني وهو احتلال لأراضي دولة ذات سيادة وبالتالي لا بد من إنهاء هذا الوجود مشددا على أن هذا الوجود كثف الأنشطة الإرهابية فيها قتلت مستوطنة وأصيب أخر بجروح خطرة إثر إطلاق نار باتجاه مركبتهما في الخليل المحتلة ليطلق جيش الاحتلال عملية بحث في جبل الخليل وهي منطقة تعج بالحماية الأمنية كما استقدم مروحيات وفرض حصارا على الجزء الجنوبي من الخليل ونشر كتيبة إضافية فيما اعترف قائد القيادة المركزية بالفشل في التصدي للعمليات الفلسطينية هذا وأعلنت كتائب شهداء الأقصى مسؤوليتها عن تنفيذ العملية أعلن الجيش السوداني يغتيال اللواء الركن ياسر الصائم قائد الفرقة 16 مشات في نيالا بولاية جنوب دارفور بالمقابل تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي في محيط سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم وفي محيط سلاح المهندسين جنوب أمدرمان أكثر من 126 يوما على اندلاع الحرب السودانية السودانية لم تهدأ فيها أصوات المعارك إلا برهن ولم تفلح الهدن ولا التوافقات بجعل البنادق تستريح من قتل السودانيين ولو قليلا بل استمرت دائرة النار بالتمدد آخذة بعدا قابليا ازدادت الحياة على السودانيين قسوة بعده لم تشفع أرقام الضحايا لطرفي القتال بوقف حروبهم بل تواصلت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في مناطق عدة موقعة المزيد من المدنيين بيانات تتعلق بإحصائيات المعارك وحيثياتها تتجاوز كل التحذيرات الإنسانية بوقف سيل الدم القيادة العامة للقوات المسلحة تقول إنها كبتت الدعم السريع خسائر شاملت مئات القتلى والجرحى ودمرت عتاده الدعم السريع الذي يصفه الجيش في بيانه بالعدو يحمله مسؤولية تفجير الأوضاع وانحدارها ويتهمه بانتهاكات إنسانية وجرائم حرب باستخدام عدد كبير من القصر وصغار السن دريعة في هجومه من جانب هحميتي يرى أن قواته لا تشن هجوما على أحد بل ما تقوم به دفاع عن النفس لا يقف حد الاتهامات هنا بل يتعدى ليتهم كل طرف غريمه بالعمال لقوى وأجندات خارجية ليبدو باب التهديئة والحوار بعد كل هذه المعارك الكلامية والميدانية مغلقا فاتحة المشهد على المزيد من المعاناة والكوارث الإنسانية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان تدعو إلى وقف القتال في ولايتي غرب وجنوب كردفان البعثة تقول في بيان لها أنها تشعر بالجزع من ارتفاع العنف مؤخرا في المناطق المأهولة بالسكان والذين ختم مصيرهم إما تشريد وإما موت ذكرت وسائل إعلام ليبيا أن الجيش الشادي هاجم مقاتلي جبهة الوفاق والتناوب الشادية في الأراضي الليبية بدعم من القوات الجوية الفرنسية بالمقابل ذكرت وسائل إعلام أخرى أن مسلحين تشاديين تعرضوا لهجوم من الجيش الليبي مما أدى إلى إجبارهم على المغادرة حيث اعترضتهم القوات التشادية أكدت مالي أن تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا إيكواس عسكريا في النيجر سيؤدي لانهيار المجموعة بالمقابل انطلقت دورية من آلاف المتطوعين في شوارع نيامي ومناطق حدودية دعما للمجلس العسكري الذي قال بدوره أنه يريد تشكيل حكومة انتقالية لفترة لا تزيد على ثلاث سنوات فيما ردت إيكواس بالرض في الأزمات والحروب تدار الأمور خلف الكواليس ليبقى ما يخرج إلى العلن مجرد بروتوكولات لا بد منها هكذا يبدو المشهد في النيجر تفقوا على أن لا يتفقوا وما خفي كان أعظم فالطرفان يرتبطان بسيل من الضغوطات وما يرافقها من شروط تحكم أي مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم ووفد من المجموعة الاقتصادية إيكواس تعاظمت نقاط الخلاف ليخرج الاجتماع بالفشل ويعود الحديث عن تدخل عسكري ويشكل هاجسا للنيجريين لتتعالى أصواتهم بهتافات ترفض التدخل الأجنبي وتؤيد المجلس العسكري بعد أن أصبح الحل الدبلوماسي مستبعدا بين الطرفين ساعتان من الوقت بين وفد أرسلته إيكواس إلى نيامي ليجتمع مع قادة المجلس العسكري لم تثمر بأي نتائج تذكر وعلى صعيد الدول المعنية بالمشهد على رأسها واشنطن وباريس تنافرت وجهات النظر واختلفت المواقف حيال الحل في الصراع الدائري في النيجر لتصدم باريس من الهدوء الحذر الذي تتعاط به واشنطن تجاه الانقلاب بعد أن عينت سفيرة جديدة لها في النيجر وغضبها من زيارة فيكتوريا بولاند نائبة وزير الخارجي الأمريكي إلى النيجر واجتماعها مع قادة الانقلاب وفي الوقت الذي تدعم به باريس التدخل العسكري لأيكوس في النيجر لم تعلن واشنطن ذلك بل أعرب المسؤولون الأمريكيون عن توجسهم من التدخل العسكري من الواضح أن موقف واشنطن من الانقلاب العسكري وإصرارها بعدم توصيفه بالانقلاب هو الخوف من أن اعترافها بذلك سيفضي إلى إنهاء المساعدات الأمريكية الأمنية والتدريب ويبدد من مزاعمها أنها موجودة في منطقة الساحل والصحراء بوسط وغرب إفريقيا تحت اسم مكافحة الإرهاب ويفتح الباب ربما أمام توسع النفوذ الروسي في المنطقة إكواس تحارب المجلس العسكري بورقة العقوبات تارة والتدخل العسكري تارة أخرى بالمقابل المجلس العسكري لم يعلن نيته الإفراج عن محمد بازوم أو إعادته للسلطة ومع ذلك معطيات كثيرة تشير إلى الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجه إكواس على المستويين المحلي والإقليمي فضلا عن تباين مواقف الجهات الدولية المعنية حيال ذلك لتبقى الاحتمالات مفتوحة لسيناريوهات عديدة ستوضحها الأيام القادمة انطلقت منورات واسعة النطاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستمر حتى نهاية الشهر الجاري وتهدف المناورات إلى تحسين الاستجابة المشتركة لما اسموها التهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتطورة وقال جيش كوريا الجنوبية إن التدريبات ستجري على أكبر نطاق على الإطلاق إذا تمت تعبئة عشرات الآلاف من القوات في غضون ذلك قال رئيس كوريا الجنوبية يونسو كيول إن التعاون سيدمو أكثر فأكثر مع تزايد التهديدات الشمالية بالمقابل نددت بيونج يانج بالتدريبات للبلدين الحليفين ووصفتها بأنها محاكاة لحرب نووية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زار وحدة بحرية وأشرف على اختبار لإطلاق الصواريخ المجنحة وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أن التدريبات تهدف إلى تنفيذ مهمة هجومية في حرب فعلية نددت بكين بالبيان الصادر خلال القمة الأخيرة بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان والذي انتقدوا فيه ما اسموه بالسلوك العدواني للصين في النزاعات البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بكين اعتبرت أن القادة تشوهوا صورة الصين وهجموها وتدخلوا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية وزرعوا الخلافة عمدا بينها وبين جيرانها وقال المتحدث باسم الخارجية وانجوين إن بكين أعربت أيضا عن استيائها الشديد وقدمت احتجاجات رسمية للأطراف المعنية مشددا على أن مسألة تايوان شأن داخلي صيني محض احبط الجيش الروسي هجوما ارهابيا جديدا شنه نظام كييف بمسيارتين استهدفت موسكو وتم اسقاطهما في ضواحيها دون أن يسفر الاعتداء عن إصابات وأفدت الدفاع الروسي أنه تم رصد طائرة دون طيار أوكرانية واسقاطها بوسائط الحرب الإلكترونية بضواحي موسكو الغربية كما أعلنت الوزارة اسقاط مسيارة ثانية اقتربت من مدينة إسترا شمال غرب موسكو أعلنت سلطات دونتسك نجاح القوات الروسية في السيطرة على ثلاثة معاقل للقوات الأوكرانية على محور أفديفكا بالمقابل أكدت الدفاع الروسية صد جميع هجمات الأوكران خلال اليوم الماضي والقضاء على أكثر من خمسمائة جندي إلى جانب إسقاط طائرة سو خمسة وعشرين أوكرانية في دونتسك تمكنت القوات الروسية من صد هجمات قوات كييف وعززت مواقعها على طول محور كوبينيسك بمقاطعة خاركوف حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك مائة وستين عسكريا كما أحبط الجيش الروسي هجومين في لوغانيسك بينما تم القضاء على خمسة وسبعين عسكريا في اتجاه كراس نوليمان وفي مقاطعة زاب روجيه صدت القوات الروسية خمسة هجمات ودمرت مستودعا للذخيرة كما تم القضاء على أكثر من ثمانين جنديا بالمقابل بلغت خسائر كييف على محور دونتسك مائتين وخمسة وعشرين عسكريا والعشرات من المدافع والمعدات هذا وأعلن الجيش الروسي عن تنفيذ ضربة صاروخية دقيقة استهدفت قطارا محملا بالأسلحة بمقاطعة دينيبرو بيتروفيسك وسط أوكرانيا في ضربة ثانية من هذا النوع خلال أسبوع وبحسب موسكو دمرت الضربة ثلاث قاطرات محملة بالذخيرة وعشر عربات أخرى للشحن وقضت على عدد كبير من عسكري كييف المرافقين للشحنة وأشارت موسكو إلى أن القوات الروسية قصفت براجمات صواريخ تورنيدو تجمعا قياديا محصنا لقوات كييف بمنطقة في دريسك إلى أخبار الاقتصاد مع كيناز تفضل لكيناز مساء الخير مساء الخير شكرا أهلا بكم مشاهدين إلى مجموعة من أخبار الاقتصاد لهذا المساء وبدايتها بالعنوين موسيقى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يقر زيادة تعويضات جرح قوة الدفاع الشعبي المشمولين بمشروع جريح الوطن بنسبة مئة بالمئة موسيقى مساعي الصينية لتوسيع بريكس لينافس مجموعة السبع قبيل انعقاد القمة في جنوب إفريقيا موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية على مقترح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن المتضمن زيادة تعويضات جرح قوات الدفاع الشعبي المشمولين بالمشروع بنسبة مئة بالمئة انسجاما مع أحكام المرسومين التشريعيين رقم 11 و 12 لعام 2023 القضيين بزيادة رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين مئة في المئة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء أوضح خلال الاجتماع أن زيادة التعويضات لجرح قوات الدفاع الشعبي تأتي ضمن توجهات الحكومة لتحسين أوضاع مختلف الشرائح ومعاملة جرح القوات الرديفة معاملة العاملين والمتقاعدين فيما يخص زيادة الرواتب والأجور وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات لجنة الاقتصادية والتي شملت التصديق على العقد المبرم بين المدينة الصناعية بحسياء والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات لتغذية مشروعات استثمارية بالتوتر المتوسط والمنخفض في المناطق الغذائية الكيميائية الهندسية في المدينة كما تضمنت التوصيات التصديق على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بحلب والشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ الأعمال المتبقية لاستكمال مشروع أشغال عامة صناعية وتعبيد وتسفيد طريق البادية إلى جانب التصديق على العقد المبرم بين مشفى المواساة الجامعي بدمشق ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع ريف دمشق لتنفيذ مشروع إكساء المدرج الأكاديمي للمجمع الإسعافي التابعي للمشفى هذا ووافق رئيس مجلس الوزراء على توصية لجنة الاقتصادية بزيادة أسعار شراء محصول التبغ من الفلاحين لصالح المؤسسة العامة للتبغ لموسم 2023-2024 وأوضحت رئاسة الوزراء عبر صفحتي على الفيسبوك أن هذا الإجراء جاء ليحقق مصطحة الفلاحين والمؤسسة وينعكس على جهودة المنتج النهائي وتخفيض الهدر أثناء عملية فرز التبغ الخام وبما يؤدي أيضا إلى تلبية حاجة المؤسسة من التبغ لتنفيذ الخطة الإنتاجية بالكامل بحث وزير الصناع عبدالقادر جوخدار مع وفد مجموعة شانشي سي آي جي الدولية للإنشاءات الصينية الحكومية المتخصصة بالاستثمار العمراني مجالات وفرصة لاستثمار في القطاع الصناعي السوري وإعادة تأهيل منشآته المدمرة وتطوير القدرات الإنتاجية للشركات القائمة وتم خلال اللقاء بحث إعادة إحياء المنشآت المدمرة ولاسيما في مجال صناعة الإسمنت والزجاج والعديد من الصناعات الحيوية الأخرى كما اتفق الجانبان على متابعة التنسيق من خلال الزيارات الميدانية التي سيقوم بها الوفد الصيني قريبا على مواقع معامل الإسمنت والزجاج لدراسة واقعها وبحث المشكلات للوصول إلى نتائج إيجابية في الشأن العالمي أعلن وزير الخارجية أن مجموعة بريكس لا تطمح لأن تصبح قوة جماعية مهيمنة جديدة لكنها مستعدة لأن تكون إحدى ركائز النظام العالمي الجديد ومتعدد الأقطاب من سان بوتروسبورغ إلى جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا تتواجه الأنظار مجددا إلى القارة السمراء مع اقتراب موعد قمة بريكس التي بات من المتوقع أن توحد أكثر من خمسين دولة بعد تقدم ثلاث وعشرين دولة للانضمام إليها ثمانية منها عربية هذا التوسع كما ترى فينينشال تايمز تنبهت إليه الصين التي ستدعو زملائها خلال القمة لتحويل المنظمة إلى منافس جيوسياسيا كامل لمجموعة السبع لتكون مسؤولة بذلك عن حصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مثل نظيرتها الغربية وتبقى الرؤية غير واضحة بين بكين ونيو ديلهي حول شكل بريكس كناد اقتصادي أو قوة سياسية تعارض الغرب لتدخل موسكو على خط الهند بريكس لا تطمح لأن تصبح قوة جمعية مهيمنة جديدة واستبدال آلية العمل الدولي بكين تنظر بعين القناعة إلى بريكس على أنها آلية مفتوحة وشاملة في إطار دعم بكين لعملية توسيع المجموعة والانضمام السريع لها معتبرة أنها منصة للتعاون بين البلدان النامية تلتزم بالدفاع عن التعددية وإصلاح نظام الحوكمة العالمي زيادة تمثيل الدول ذات الأسواق الناشئة والدول النامية هو هدف بريكس الذي ظهر في بنكها على شكل زيادة في حجم التمويل والإقراض بالعملة المحلية لتكون أولها في السمراء بسندات مقومة بعملة جنوب أفريقيا المحلية الراند كخطوة جديدة على مسار التعددية القطبية وإلغاء الدولر في اتجاه توسيع نفوذ التكتل والدفع باتجاه تحول في السياسة العالمية فبريكس التي تمثل مليارات الأشخاص عبر ثلاث قرات تتشارك أمرا واحدا ازدراء نظام عالمي يخدم مصالح القوى الغربية الغنية هذا وأعلن رئيس جنوب أفريقيا أن بلاده تسلمت 100 مليار راند من بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول بريكس وذلك في كلمة له قبيل عقادي القمة يوم غد في جوهانسبورغ إن جنوب أفريقيا تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول بريكس الأخرى فضلا عن التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والأمن والابتكار لقد تسلمنا 100 مليار راند أي ما يعادل 5 مليارات و270 مليون دولار من بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول بريكس لبناء الطرق وتعزيز إمدادات المياه والطاقة في البلاد إلى ذلك كشف وزير الخارجية الهندي أن نيودل لديها نوايا إيجابية وعقل منفتح فيما يتعلق بتوسيع مجموعة دول بريكس مشيرا إلى أن جانبا جوهريا من المناقشات يتركز على تعزيز التجارة بين دول الأعضاء بالعملات المحلية لدينا نوايا إيجابية فيما يتعلق بتوسيع مجموعة بريكس وبالنظر إلى أن المجموعة تعتمد على تحقيق توافق في الآراء فإن أعضاءها سيحتاجون الاتفاق على المعايير والمبادئ التوجهية للتوسع ولا تحظى الفكرة بدعم من كافة الأعضاء إذن جانبا جوهريا من المناقشات يتركز على تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية من جهة ثانية ذكرت وكالة تاس أروسية أن بنكا بريكس يعمل على تطوير عملة رقمية موحدة لدول المجموعة على مراحل وقد تبصر النور في غضون 5 إلى 10 سنوات رئيس قسم السياسة النقدية في البنك أشار إلى أنه قد يتم استخدام العملة الرقمية في البداية كأداة للاستثمار وبعد ذلك في التعاملات التجارية وفي وقت سابق صرح الكراملين بأن أجندة قمة بريكس تشمل بحث انضمام أعضاء جدد وإطلاق عملية مشتركة وقبل ذلك أشار مسؤول سابق في البيت الأبيض إلى أن عملة بريكس قد تهز عرش الدولار في ظل تراجعه وارتفاع التضخم وانعكاس ذلك على اقتصادات العالم في سياق آخر خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للإقراض لمدة عام واحد مع الإبقاء على الفائدة لمدة 5 سنوات دون تغيير وذلك في أعقاب التخفيضات المفاجئة لإسعار الإقراض قصيرة ومتوسطة الأجل الأسبوع الماضي بعد مجموعة من البيانات التي أشارت إلى ضعف نمو الإئتمان إلى ذلك تخطط الصين للسماح للحكومات المحلية ببيع السندات تمويل خاصة بقيمة تريليون ونصف التريليون يوان لمساعدة 12 منطقة على سداد ديونها حسب ما أفادت تقارير صحفية وتعد ديون الحكومية المحلية واحدة من أكبر التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني وسبق أن وصف الرئيس شي جين بينغ هذه المسألة بأنها واحدة من المخاطر الاقتصادية والمالية الرئيسة التي تواجه بكينه بهذا تنتهي أخبار الاقتصاد لهذا المساء شكراً للمتابعة وعودة للزميل نزار وما تبقى من النشرة شكراً شكراً ارتفاع كبير تشهده أسواق القرطسية والمستلزمات المدرسية في محافظة طرطوس ما يثقل كاهل الأهالي مع عدم قدرتهم على شراء ما يحتاجه أبناؤهم للوصول إلى المدرسة الشيء اللي بيحكي الشيء اللي بيشكي لك همه الشيء اللي بينفه ما فيه ما فيه لحن الله يعينه أسعار بتصوار مخرج تالين أسعار جنونية أسعار بالسماء والأسعار غالي نار والله موسيقى شنطة بمئة وخمسين واللي كويسة ميتان البنت طالب مئة وعشرة لطفل مثل هذا يعني الله يعني البشر بالنسبة اليوم للأسعار كتير ضعفت أضعاف مضعفة عن السوق الواقعي أعتقد اليوم أغلبية الناس ما رح تشتري شناتي لأنه الشنطة اليوم ما فيه تحت المئة ألف بالحد الأدنى روضة ولا كانت صغيرة دفاتر حدي سواء حراش القلم اليوم تلتة أربعة ألف ليرو للتاجر للتاجر زنبو ويعني هو آكل تضرب مثله مثل الزبون يعني تصور انت مثلا هاي سبعين ألف ديش لتلي سبعين ألف شو سبعين ألف طيب إذا راتب الموظف مئة ألف قادر يجيبها لهاي السبعين ألف طيب مئتين ألف قادر يجيبها لهاي السبعين ألف شو بيعمل إسا عنده المريول إسا عنده الدفاتر إسا عنده قرطاصية شو بيعمل بحال البني آدم صعب على الجميع طبعا الأسعار أكيد غالية وكل يوم عم تغلى عن قبل وشي طبيعي الكمية للعالم اللي بدت تشتريها أكيد بدت تكون خافة كل سنة عن السنة القبل عرفت كيف وقال الله هين العلا هاي هي يعني ما الشي طالة بالإيد بالنهاية عرفت على كيف بقى الواحد بده يحاول يشتري يقن على أدر كل إسراء اللي فيها شي تأمنوا عندي هلا أنا مساء بنتين بده يجهزون على المدرسة ما بعرف ما بعرف فلش بغى الحط أنا راد بمئة ألف جاني مئة محطة عشر طريقات الفرق غلا ما زودوا المحر وغير اشو استفاد من هالزلد ماشي اي شنة مرح جبه بعضه بشنة عادية شنة عادية شنة عادية شنة عادية شنة عادية شنة عادية شنة عادية مئة وخمسين مئتين ووالك والله عامل دي جاي بمعي تاخذ الأولادي خد ثلاثنين وظلوا واحد في غلاء والله في غلاء من الأسعار و يعني بكل شيء كل المواد هلأ ما في ما فيني أعطيك والله سعر محدة بس يعني مو بس غرض واحد يعني كل شيء عم نلاقي فيه أسعار حتى نحنا كمادي عم نجيبة عم نجيبة غالية بشكل عام غلاء مطبيعي أسعار مرتفعة كثيرة رفتليش له يعني أنا كابي يعجم لليك محلة يعني كل سعر يفوت الزبور بيصوموا وبيطلع أنا مثل الأيام هاي بسنين المضيت ما كنت أعود عالم طالع عالم فايتي عم يجي الزبور معلم يتفاجأ بالسعر ويطلع أسعار هلأ بالنسبة للولادي حاليا بين الأربعين للمية ومية وخمسين والأدادي سانوي من السبعين ستين سبعين بيوصل للميتين عند توقف الكليتين عن العمل يجب تنقية الدم من الشوائب بوسيلة أخرى وهنا يأتي دور غسيل الكلاه كوسيلة علاجية للقيام بالوظائف التي لم تعود الكلاه قادرة على أدائها عندما تصبح الكليتان غير قادرتين على القيام بعملية طنقية وتبدأ السموم بالتراكم في الجسد يلجأ للعملية الاصطناعية التي يتم من خلالها تنقية الدم من الفضلات والمواد السامة والأملاح الزائدة حيث يتم سحب الدم من الجسم ويمر عبر آلة تقوم بتصفية المواد السامة وإرجاع الدم إلى الجسم باستخدام جهاز خارجي يشابه الكلية البشرية في مبدأ عمله تماماً غسيل الكلا لا يقوم بجميع وظائف الكلا بل بالتخلص من السموم فقط وعادة يحتاج المرضى للخضوع لجلسة غسيل ثلاث مرات بالأسبوع وكل غسلة تستغرق حوالي أربع ساعات ويتعين على المرضى توزين أنفسهم قبل كل جلسة لمعرفة كمية السوائل المتراكمة في الجسم من الغسلة السابقة وبعدها يتم سحب الدم عن طريق إبرة ويتم تنقيته في الجهاز وإعادته إلى الوصل مرة ثانية وتتكرر هذه العملية مرات عدة غسيل الكلا ليس مؤلماً ولكن بعض المرضى يعانون من الدوار أو الغثيان أو تجنجات أثناء عملية الغسل وذلك بسبب التغيير في محتوى جسم من سوائل وأملاح لذا خلال هذه الفترة يتم مراقبة المريض عن كثب ويتم أخذ علاماته الحيوية باستمرار لضمان عدم حدوث أي مشاكل تذكير بالعناوين إسقاط ثلاث مسيارات للتنظيمات الإرهابية في ريفي إدلب وحمى جيش الاحتلال يقر بفشله عملية فدائية جنوب مدينة الخليل والألاف من المتطوعين يجوبون نيامي تأييداً للمجلس العسكري في النيجر إلى اللقاء اشتركوا في القناة